السؤال ما هو طبيعة هذا الملكوت أولا هذا الملكوت ملكوت روحي تمليك المسيح على القلب والحياة والكيان والرسول بولوس قال عن هذا الملكوت لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح فإذا نستنتج ما هواش ملكوت مادة أو محسوس أو ملموس إنه ملكوت روحي شيء ثاني ملكوت الله غير محدود بالزمن لا توجد حدود جغرافية أو لغة أو ثقافة معينة أو شعب معين لما سأل التلاميذ المسيح متى سترد الملك إلى إسرائيل كان جواب المسيح أن يكون شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض فمعتش الأمر بيقتصر فقط على أمي واحدة على شعب واحد في حدود جغرافية في هذا المكان أو ثقافة معينة لكن ملكوت المسيح يمتد إلى كل أنحاء الأرض وفعلا خلال 25 سنة بعد قيامة يسوع المسيح انتشر الإنجيل إلى كل أنحاء الأرض فهو ملكوت غير محدود شيء ثالث هذا الملكوت طبعا لا ينفذ بطرق سياسية ولا طرق عسكرية يعني ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالقوة ولا بالقهر ولا بالإجبار ولا أنك إنت بترغم أنه الواحد يعيش بأسلوب معين أو يلبس بأسلوب معين أو يتكلم بطريقة معينة لكن ملكوت المسيح هو ملكوت المحبة وليس السيف ولاحظ أنه المسيحية انتشرت من خلال الاضطهاد يعني الناس بكل محبة كانت تستشهد كانت تروح للموت بدون أي يعني مش لأنه عاوزين أي شيء اعتبروا أنه هذه الأرض ثانية اعتبروا أنه كل ممالك العالم ما بتسوى أمام ملكوت المسيح فبالنسبة هذا الملكوت ما تمش بطرق عسكرية أو دينية كما دينات أخرى لكن المسيح غزى القلوب بالمحبة وليس السيف بلاطوس في قلعة أنطونيا هنا في أورشاليم سأل يسوع المسيح وكان جواب المسيح مملكتي ليست من هذا العالم ثم قال يسوع لو كانت مملكتي من هذا العالم كان الخدام والجنود بتوعي بيجاهدوا بيحاربوا بيعملوا كل الإمكانيات وكل وسائل حتى ينقذوني لكن أكد مرة ثانية مملكتي ليست من هذا العالم مش نظام ديني ولا سياسي ولا عسكري هو قانون المحبة عندما يأتي المسيح إلى القلب والحياة عندما يملك على قلبك بالمحبة هنا يبتدئ ملكوت المسيح شيء ثالث ملكوت الله ليس بالكلام لكن بقوة كما يقول الكتاب المقدس ما هواش تعبير رناني ولا لغة فصيحة منمقة جميلة اظهر لي قوة هذا الملكوت وماذا يفعل الملكوت مش مجرد كلام لكن عمل المسيح كان مؤكد أمام المسيح كان مؤيد بالآيات التابعة بقوة بجهارة علنا المسيح احتل القلوب وغزاها من خلال المحبة مش مجرد كلام لكن عمل ثم أحباء الشيء رابع لازم ننظر لهذا الملكوت من جانبان في جنبين لهذا الملكوت في الجانب الحاضر اللي ابتدأ في أيام يسوع المسيح وفي جانب المستقبله في أيام يسوع المسيح كان بيتكلم بملكوت الله بطرق ووسائل متعددة منها أمثال المسيح في إنجيل متى إصحاح 13 وتكلم عن بزرة خردل كانت بزرة وكبرت وصارت شجرة كبيرة عظيمة وجاءت كل طيور السماء تتآوى في هذه الشجرة فملكوت الله في الحاضر بيبتدي في بزرة صغيرة وهذه البزرة بتكمل حتى تكون شجرة ضخمة كبيرة اللي بتضم كل شعوب وكل أمم هذا العالم قال يسوع إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله وقال الرسول بولوس الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته أي يسوع المسيح لكن الملكوت مستقبلاً عندما يأتي المسيح ثانيةً في مجد عظيم وصوف يملك يعني سواء شئنا أم أبينا رح يملك على العالم عندما يأتي ثانيةً صارت ممالك العالم للرب ومسيحه ثم أحبائي أنا عاوز من خلال هذا المكان ننظر إلى ديناميكية هذا الملكوت بالحقيقة إن هذا الملكوت مثل ما ذكرت ما كان بالكلام لكن بالقوة يعني المسيح قال أخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموت يقومون كان في شفاء مرضى يعني في آيات مؤيدة تابعة للكلام اللي بيتكلموا يسوع ففيها ديناميكية الناس اتغيرت حياتها اتحررت من قبضة الشيطان شفيت من الأمراض فتح العيون مشي العرج كانوا بيمشوا البرص يطهرون الشياطين كانت تخرج صارخة من قوة وسيادة وسلطان الرب يسوع المسيح وهذا كان واضح جدا مش مجرد كلام لكن حقيقة وفعل أيضا ثم الكتاب يتكلم عن هذه المبادئ في مبادئ للملكوت وكل العالم أجمع الحكماء والعلماء والفلاسفة حتى الأعداء بيمدحوا تعليم يسوع المسيح بالذات العظة على الجبل العظة على الجبل هي بتعلمنا مبادئ ودستور الملكوت الجديد ابتدأ يسوع قائلا طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات وهكذا إعزة المسيح وتعليم المسيح هي المبادئ اللي بيتعلمها كل مؤمن بيتعلم المحبة التسامح والغفران بيتعلم تقديم الآخرين أو بالأحرى بيمشي على القانون الذهبة اللي علمنا إياته الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة